لما نيجي نعمل animation مع ماري هنعدي على 3 مراحل عشان نخلص الشغل المراحل دي هي التخطيط التنفيذ والانتاج هنبدأ بالمرحلة الاولى التخطيط وهنا هنتعلم مع بعض الطريقة الصح عشان نخطط لمشروعنا مع العميل وازاي نحسب السعر والوقت عشان نعرف نخلص الشغل ده بعد كده هنتعلم ازاي نعمل storyboard وهي ازاي تخطط الفيلم بتاعك على الورق قبل ما تشتغل وتتأكد ان هو ده اللي العميل عايزه بالزبط بعد كده هنكمل في تخطيط المسارات بتاعت كاميرات المشهد فين بالزبط نحط الكاميرات بتاعتنا وايه اهم مميزات المشروع اللي عايزين نبينها بعد كده هنتعلم شوية تقنيات في 3D max هنتعلم اساسيات الانيميشن وبعد كده هننتقل للجزء السينمائي هنتعلم اشهر حركات الكاميرا اللي بيعملها المحترفين وازاي ننفذ الحركات دي في الماكس هنتعلم ازاي نخلي العميل ياخد نظرة مبدئية على الفيلم قبل الرندر وساعتها يناخد موافقة اللي احنا عملناه يبقى فيه تعديلات ودي كل حاجة بالنسبة للمرحلة الاولى بعد ما تخلص المرحلة دي هتكون تعلمت كل حاجة عشان تخطط شغلك صح ومعاك موافقة العميل على الشغل اللي حيتعمل وساعتها الكورة هتبقى في ملعبك وحنبقى جاهزين للمرحلتين التانية والتالتة في المرحلة التانية بنتكلم ازاي نشتغل بزكاء عشان نخلص الشغل اللي خططناه في المرحلة الاولى هنتكلم عن الاجهزة اللي هنشتغل بيها ايه اللي اشتريه وايه اللي اجدده عشان اوصل لاحسن كفاءة للاجهزة بتاعتي ازاي اشتغل بزكاء عشان المشهد بتاعي يبقى خف وقلل وقت الرندر ايه المشاكل اللي هتقابلني وازاي حلها زي مثلا كمية الشجر وعناصر اللانسكيب الكتيرة ازاي احرك العناصر المائية زي النوافير والشلالات ازاي احرك الاشخاص والعربيات وحاجات تانية كتير المرحلة التالتة بقى هتبقى عن الرندر وهنتعلم كل الطرق اللي قلل بيها وقت الرندر عن طريق فصل حسابات الاضاءة عن الرندر النهائي وازاي اتحكم في وقت الرندر زي ما انا عايز وازاي اعمل نتورك رندر عشان اخلي اكتر من جهاز يعمله رندرينج اوتوماتيك مع بعض هنتعلم برضو طريقة ازاي نفصل الحاجات اللي بتتحرك في الرندر زي العربيات والاشخاص وارجع اركبهم تاني في الافتر ايفكتس هنتعلم خطوة بخطوة ازاي نعمل بوست بروداكشن للفيديو بالافتر ايفكتس لحد ما نوصل للفيلم النهائي في حاجات كتير هنتعلمها في المراحل اللي جاية جاهز نفسك ويلا نبدأ